السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي الأدوات التي تستخدم في دهان الحائط عند غرفة وعايز أغير لون الجدار تعالوا مع بعض نشوف مقطع مختصر للأدوات المستخدمة في سبغ الجدار بدهان مائي في البداية الغرفة مدهونة لون أبيض دهان مائي مطفي هنحول اللون الأبيض إلى لون لمستن اللون هيكون مخفف بنسبة 50% الدهان المائي له أسماء مختلفة في بعض الدول زي دهان البلاستيك أو الدهان الأكريليك المائي أو دهان أمونش كل أنواع الدهانات المائية تخفف بالماء فقط شاركنا بتعليق باسم الدهان المائي في دولتك بالنسبة للأدوات التي تحتاجها في دهان جدار مدهون سابقا وعايز تغير لونه أنا أوضح لك جميع الأدوات ولكن بعضها لاستخدمها في المقطع لأن الغرفة تحتاج فقط تغيير لون ولون هافتح من اللون الجديد بالتالي أنا هغير ألوان فقط إنما أنت لو هتغير لون الغرفة وهتستخدم معجون وهتستخدم الأساس اللي هنبدأ نشرحه مع بعض لازم تستخدم جميع الأدوات اللي حابتها أوضحها لك الآن الأدوات اللي هتحتاجها سلم لتحديد اللون بين السقف والجدار وحتحتاج أيضا شريط لاصق أو شترتون يستخدم لتغليف النوافذ وأكابس الكهرباء والأبواب وأيضا بنستخدم الشريط اللاصق في تغليف الأجزاء السفلية من الجدار علشان نحافظ على الأجزاء دي من رزاز الدهان معجون جاهز بنستخدمه مع المعجون الأسمنتي وبنمزجهم مع بعض المعجون تبدأ تقفل بهم السكوب أو ممكن تستخدم المعجون الأسمنت الأول وبعد الجفاف تستخدم عليه المعجون الجاهز علشان ينعم معك الجدار بعد جفاف المعجون بنستخدم ورق الصنفرة رقم 220 وبنصنفر الجدار بالكامل مع المعجون بعد خطوات الصنفرة بنعزل المعجون باستخدام أساس برايمر أو أساس ماي كده دهان ماي مطفي التخفيف باستخدام الماء بنسبة 5% أو 10% أو 15% على حسب تعليمات الشركة المصنعة للدهان سطل بوهية فاضي رول الدهان ماء بحجم كبير بندهن بها البوهية للجدار رول الدهان ماي حجم صغير وحنستخدم أيضا فرشة 3 إنش علشان نحدد الألوان بين السقف والجدار علشان تقفل سكوب الجدار بالمعجون لازم تستخدم سكينة معجون ده كده اللون هنجيب الوعاء الفاضي ونضيف فيه ماء بنسبة 10% أو 15% زي ما وضحت ليكم على حسب مواصفات الشركة المصنعة للمنتج نبدأ نمزج الماء مع البوية هناخد شوية في وعاء فاضي حجم صغير كده وعاء صغير هنبدأ في فك أكابس الكهرباء وممكن نغلف عليها بالشريط اللاصق وأيضا الأبواب والنوافذ وحلوق الأبواب في الخطوة دي هنستخدم ورق الصنفرة لتنعيم الجدار بالكامل ونبدأ نستخدم الفرشة ونحدد اللون بين السقف والجدار هسيب لك في البطاقة فوق مقطع مختصر عن ازاي تحدد الألوان بين السقف وبين الجدار شرحي مختصر أيضا هنستخدم الفرشة لتحديد اللون بين أكابس الكهرباء ورلة الدهان هنبدأ نساوي بيها اللون في الخطوة دي هنستخدم الرلة ونبدأ في دهان الوجه الأول بعد دهان الوجه الأول وجفافه بنلاحظ أن خطوات الرلة واضحة وده شيء طبيعي انتظر على الغرفة ساعة وابدأ ادهن الوجه الثاني حدد بين أكابس الكهرباء وبعضها وبين السقف والجدار وادهن بالرلة الوجه الثاني دي كانت النتيجة النهائية للغرفة بعد تحويلها من لون أبيض إلى لون لمستن طيب إمتى نستخدم المعجون وإمتى نستخدم الأساس الأبيض المطفية هسيب لك مقطع كامل في البطاقة اللي هتظهر لك فوت ووضح لك الخطوات أتمنى أكون أفدتك لما تنساش تعويتك لنا اللهم وفقه لما تحب وترضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته